السائل بارك الله فيه يسأل يقول متى تبدأ تحديداً ليالي العشر الأواخر من رمضان أقول وبالله تعالى التوفيق العشر الأواخر من رمضان تبدأ من ليلة واحد وعشرين وليلة واحد وعشرين تكون بعد غروب شمس يوم العشرين من رمضان لأنه بعض الناس يشكل عليهم أن ليلة العشرين من ضمن ليالي العشر والصواب أن ليلة العشرين إنما هي تتمة العشر الأوسط من رمضان أما العشر الأواخر من رمضان فتبدأ تحديداً بعد غروب شمس يوم العشرين من شهر رمضان المبارك حتى نهاية الشهر والعشر الأواخر هي أفضل ليالي العشر على الإطلاق لأن الله عز وجل أودعها هذه الليلة العظيمة المباركة أنا وهي ليلة القدر والنبي عليه الصلاة والسلام حث أمته على التماس هذه الليلة في العشر الأواخر من رمضان قال من كان ملتمسها فليلتمسها في العشر الأواخر من رمضان وهذا هو أظهر أقوال أهل العلم خلافاً لمن ذهب إلى أنها تلتمس في الأوطار وقد وردت في شأن ذلك أحاديث ومن أهل العلم من ذهب إلى أنها تلتمس في أشفاع العشر الأواخر وقد وردت أيضاً أحاديث تحمل هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال عن بعض الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين لكن كما قال الإمام بن القيم عليه رحمة الله تعالى خروجاً من خلاف أهل العلم فالمسلم يكون حريصاً على تمام العشر الأواخر وغاية الاجتهاد فيها حتى يصيب هذه الليلة المباركة بعون الله تعالى وتوفيق ترجمة نانسي قنقر